موسيقى على فكر انت اشتار انت هيت شكيك دي في الرجل الواحد اللي هو في جمبي ومش هاي زفت شغل زفت ده انت فين انت فين انت مين انت عايز مني ايه عايز مني ايه انت حياة حياة ولا بتحياة لي انت ايه انت مين انت فين فين اوه انت اوه داليا 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 انا موت انا مش هتراه انا مش هتراه ايه اللي بي حصل انا مي حصل انا معك واما انا معلك أه... 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 مش هتسبها.. مش هتسبها يعني يا دكتور يابنت.. فهمي! فهمي على فكرة بقى أنا فاهمة كل حاجة بس أنت اللي مستخف بعقلي تاني يا رأباب.. هنعيده تاني أيوة تاني يا شريف انت زمان قلتينة انك مستاني لما هي تاخد فلوسة أكواها وتكسر وراها زير دلوقتي بقى عترنا في الحجة الجديدة tags وطبعاً مش هسيب الفلا مكمل يوم يا الفلا تسهلت تضحية اه بس مش هاية دي لعليها الحوار أما الحوار علي بقى إن شاء الله على صاحب الفيلا هو هتفتكر جابر الكومي خلص الأضياء كده وخلاص وحيخلع لا، أنا عندي معلومة مؤكدة إنه مجهز لها قاعد عشان تمدين عايز اشغالها مستشارة كالونية لكل شركاته إن شاء الله يعمل لها قاعد بالجواز ويأخدها النفس ونخلص أنا مالي ومالي القصص دي مالنا إزاي بس يا بلغباء إنت يا بنتي انت عارف يا جابر الكومي دي بيشتغل إيه؟ مش مجرد رجل عمال ده عنده أكبر ثلاث مستشفيات في مصر يعني يا دوبك أول ما كرم إن شاء الله تندي العقد ده هتاخدني من إيدي وتدخني الجنة ونعمها وأعيش بقى قصدي نعيش يعني إحنا الاتنين ما انت هتبقى معايا انت معايا في كل حتة حتى لو اشتغلت في لندن كلينك انت معايا آه، وافضل أنا بقى المساعدة بتاعتك وتقعد تعمل النمر إياها وتحزقني وتشتني قدام الناس وهي حرم الدكتور مدير عام الجنة ونعمها يا سيدي صبوري لحد ما نخش بس الجنة ونعمها الأول وبعدين يحليها ألف حلال أنا عارف حامل إيه؟ أنا حرف أطفشها من الشغل إزاي هخليها ده غرف ستين داعي إزاي وانت بتقول نهيل أسألك كرما مفاتيحها كلها في إيدي أنا أنا اللي بحركها يمين وبحركها شمال وحعرف هي بشيها إزاي أنا كمان مش هخليها تسيب الشغل وتمشي لأ أنا هخليها كمان تديلي مفاتيح الفيلا دي هدية بنت ما تلاقيش كل شي مدروس أنا عارف بعمل إيه؟ أنا أنا عايزة أمشي من هنا أنا لازم أسيب البيتنا أيها لازم أسيب البيتنا تعالي اللي بحاجتنا ونمشي طب والفيلا ضم بها إيه؟ سبها إيه يعني إيه؟ بعد كل الملطوليك بعد كل اللي حصل لي تعالي بس أهودي أهودي العفريت ده مش شفتيه في التاكسي وفي المكتب وحتلاقي جنبك في السينما يعني الفيلا من هالزم؟ من هالزم إزاي؟ أنا ما شفت شوشه وخليته كده لما دخلت البيت الزفت ده إنتي ما شفتش خليته غير لما خدت القضية السعودة دي قضية؟ مصدك إيه؟ يعني إيه؟ هقصلي من هي هواجز هواجز وبالطردك من ساعة ما قابلت القضية مش مش هواجز مش هواجز يا داليا أنا مش مغلولة ده أهودي بقى إيه ده إيه؟ إيه؟ في إيه؟ إيه؟ ما إنتيبتي تشربي يا ساكايرا؟ ولا أنا بتهيأ لي؟ اهو؟ شفتي؟ اهو؟ حقيقة؟ هو كناد على الكرسي ده؟ وبيش رب سيجار ده؟ عوه لك شفتي؟ يعني أنا مش مجنونة مش مجنونة؟ طبعا أنا خلاص أنا تطمنتي عليكي منتي زي الفل ولك عقام ش أنا بقى انتمش تروح فين؟ قتعت زي داليا سمية وتمشي؟ أيها ما أنا كنت جايز بتلك إن العفريدة ومروحت إنتي أثبتيني إن العفريدة مش واحد ومشاء الله عليكي فأنا أتكى بس فأنه لازم أمشي سلامه عليكي إنتي مش هتمشي من هنا هتغطي هنا وحد باشي معايا كمان أمت؟ عيوة، إنتي مش قلتيني مبارح إن أنا مش هاتبك معرفريت لوحدك يا حبابتي كارمو أنت كنتي لست عايزة تلمي هدومك بتقولي أنه أنا مش مش هلمي هدومي ومش همشي والله العظيم أنا باشي عندما فهمي الحكاية وبدل ما تخدس لي الواحد في العباسية خذوا اثنين بقادر خذوا اثنين، ما أنا لازم أفهم يا رباب، فيه أنا ملحيتش نام ساعتين على بعض ديليتت فاكسد كده؟ تعال أشوف بنفسك فين؟ العناية مركزة، يلا بسرعة بقى مفيش وقت طيب طيب أنا جاي على طول ما شاء الله، أنت خلاص بأيتي دكتورة، عيب عليك'd دلولة أسر الإيد كان زماني بقيت ناست الاسم بتاعك مش قوي كده يا عم؟ لا قوي ونص كمان طب يلا يلا مش وقته يلا ليش تما حد الزهر؟ لحد دلوقتي مفيش كمان شوية موعدكش طيب والودي اللي معاه واضح كده ان الودي كان واخدها السكة شمال مخايف يعمل أي إجراء لحد من أهلها يعرفوا ويفرموه يعيني ده فورتة فعلا اه مانا سعب علي قوي يا دكتور طيب جاهز انت كل حاجة وانا هروح له وطمنه على آخر قوي النبي يا دكتور اسطر عليه اسطر عليك ربنا التلوات بين علي غلبان قوي ومش حمل الفضايح فضايح؟ فضايح ازاي يا دكتور؟ وقل لي فضايح ازاي؟ انت اهبل يا ابني انت عمل حادسة بعربيتك ودمرت البيت الغلبانة دي معاك وجبتها وجيت لحد هنا رفت قولي هي مين؟ ورفت بلق عن الحادسة واصل الله انا معرفش يا مين انا كنت ماشي بعربيتي وفجأة تلعت قدامي كده على الطريق ورحت دخلت في الطريق الغيوت الجنبي لا حول الا قوة تقلب الله مأساة فعلا يعني ده جزات ان انا مردش اصيبها تبوت في الشارع وجبتها لحد هنا اي حد غيري كان ممكن يدوسها ويجري بص هيسا واضح انك انسان طيب فعلا بس التاب تقديم موصل لها تدرجة الهبل يا بنفهم بربريز اي عربية لحظة التصادم بينتجر جوه العربية مش براها والبيت والشاها كله متجرح من الازاز غير ان في نزيف المخ عندها لنتيجة خبطة راسها في تبلوع عربيت ساعتك وعلى فكرة طب الشارعي في خمس دقايق ممكن نسبة تتكلم ان انا بقوله ده غير كمان ان عيينة الدم اللي سحبناها من ساعتك فيها نسبة مخدر مرعبة لا يا دكتور انا بمشارش را كنت يا هيسم خلاص خلاص كلنا شباب وبنغلط وانت برضو شاب وعايز تعيش حياتك بس ما ينفعش تحط نفسك في جناية زي دي جناية؟ اه طبعا جناية وما انت فاكر ايه؟ لانت في ده مخالفة مرور لانت عمل حاسة وعربيتك يعني قتل خطر وسكر وبلاوي زرق وبعدين انا مقدرش ادخل المريضة اقط العمليات لانت غير مخدر القانونية اقص ايدك يا دكتور اقص ايدك انا كده حتضمر انا كده مستقبل الحديع انا اما لو اعرفت حتروح فيها طب افهم بس افهم واسمع كلامي هات اسم البنت بيانتها هات بطاقتها عشان اقدر اساعدك حتى انا معي بطاقتها اه اه بس سداني والله ما اعرف يا مين دي بنت استعربت عليها في نايت واسهرنا شوية وبعدين وبعدين قلت روح كامل استغرف شاية واحد صاحبي وحصلت المصيبة دي معليش هيسم لو مصيبة ولا حاجة ان شاء الله كله هيتزبط سانعايزك تعرف بقى ان لو حصل لك ده درس لازم تتعلم منه هتعلمه والله يا دكتور والمصحف معاملة تاني بس ارجوك وقل لي الحل ايه دلوقتي الحل انك تغرب اعمل نفسك دلوقتي انك رايح لده حمام ولا حاجة واخلع برا المستشفى خالص وكويس انك ما كتبتش بيناتها كنت داخل وانا ربنا معايا بقى حاول انكز الالبانة دي من شبح الموت ربنا معايا شاك يا ربنا معايا مصحارة تعرف بيناعوا مصحور مالعوا مالعوا ملعوا مالعوا 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 أخذي، أشربي، أعمل لك مية بثكر؟ أه، مش أقدر حلم دا ولا إي فهمي؟ كبوس، كبوس، يا دلي شفتي إيه؟ وليلي شفتي إيه؟ الشريف يا دلي الشريف، واخدني، وبنيبني على سرير حمليات وقريب مشرط، وبيشرح في جسمي، لقد بخد قلبي وطرها، وأنا بقولولي يا شريف، ليه؟ ليه حرام، حرام، ليه؟ بشع، بشع والله بشع استغفر الله العظيم يا رب، دا كبوس دا ولا فيلم رعب بس يا حبيبتي، بس استغفر الله العظيم، بس يا رب يا حبيبتي بس، 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 بس لا يا بنات، لا، دا وضع مش طبيعي ما يتسجدش علي أبدا يا سلاح، شفتي الإضافة رحنا عارفين يا خالتون وضع مش طبيعي، وما أنا جايلك ليه؟ مش حضرتك بتفهمي بتفسيري الأحلام؟ ممكن تفسريلي وتفاهميني إيه اللي بيحصل دا؟ يا حبيبتي دا مش عايز تفسير، دا مفسر نفسه زي عين الشمس أيو، 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 هتقولك حسد وعين مدور وعين مؤور؟ بس يا أختي يا مرسنين، يا ريتو حسد ولا عين مدور دا أكتر من كده ستين مرة أكبر من كده؟ أكبر من كده يعني إيه؟ يعني مس مس؟ أمال أنت فاكرة إيه؟ دا خادم ومسك يا كرمع مفيش كلام خادم مسني؟ خادم يعني إيه خادم؟ يعني جن ومسك فيك يا حبيبتي وعمالي راضي فيك من ساعة ما دخلت الفيلا عشان يطفش قلتلك بلاشي السكة دي يا سوس اشرب يا حبيبتي اشرب استني مسي دا اللي خليني أجمع وأركز كده؟ دا فعلا من ساعة ما دخلت الفيلا دي ودفينش بيكراني فيها أكيد انتو مش بتقولوا ان الفيلا دي مقفولة بقالها سنينة ايوة جابر كومي قال كده وقال انها عزيزة عنده قوي مش بيبيح لحد غريب كدابة ابن كدابة دا هو عارف انها مسكونة وتلاقي باعها مرة واتنين والناس رجعتها له تاني طفشوا من اللي شافوه فيها ولا والله ما ممكن يكون منطق يعني منطق؟ منطق مين يا عدمت المنطق؟ انت هتلغي عقلك وتمشي ورا الهري دا يا كرمع وانا يعني العقل فادل في ايه؟ منفضلت وراك اهو عالك البطن يا كرمع بيحل الحبوب المهدئة بيتفرج على سينما وخيالك واسع ما انت شفتي بعينك يا داليا شفتي السجار اه انا عارفة ان الفزورة صعبة بس مش لدرجة ان الفيلا مسكونة طيب وانت تفسري بان جابر كومي دي الفيلا دي مقابل قضية واحدة مهما كان حجمها وكمان يسافر تاني يوم هو ابنه ويقفل كل تليفوناته عشان عارف انها ليلة سودة ومش هتعدي على خير وعارف انك هتقومش صبح ترجع هالو وتطلبي حقك بانكانوت تحتى التابلوهات وكل حاجة سبق زي ما هي حياخد ايه من فيلا زفرة زي دي؟ ايو ايو انتو عايزين تفهموني ان جابر كومي وفر اتعابك في فيلا مسكونة صح؟ هو يا بنتي ضرب عصفورين بحاجة هي الحدية بتحرد في كاتاكيت انا بتديت صدائك يا خلته بتديت صدائك بس الحل ايه اعمل ايه يعني؟ مفيش غيره عفريت الدقي الدقي ايوه الشيخ عصران دا يا كرما بيعمل عمايل دا لو مارد من جوهنم هيركع قدامه يقول له امرني يا شيخ عصران ايه امبا هيركع قدامه حرمت حرمت يا شيخ عصران حرمت كذب كذب في اصل وشك وانت عرفني كويس ولم كنتش عرفني بني حسأل اسيادك اعرفك اعرفك يا مظلول عال يبقى لازم تعرف اني ما بكرهش في حياتي غير الكد والملوعة وانت لا حرمت ولا عايز تحرم يا مطرش مطرش كان اللي عليها اسمه كده يا سلام اصلي كل اسمهم يزار تبع غريبة زيتة فينسي لا لا يا مبلان انا مش مطرش لا لا انت مطرش ودي تاسع مرة تكذب علي لا وترجع لي بمصيبة زي وشك لا يا شيخنا لا لا انا مش مطرس انا انت مطرش لا انت مطرش لا يا مبلان انت مطرش لا يا مبلان مطرش! 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 الكلام ده تقولي للشيوف الزوي اللي مصلي فينا لكن أنا ما يتقليش لا يا مطرش مطرش! شاهدين! شاهدين يا نسوان! المرة الواضشية بتعملي عمل عشان تخطف جوزي شاهدين! شاهدين والله هي حجة وهنقطعها لك خد يا بيت مش خسارة فيك لا! إحنا هنستنى وإحنا جايين الجلسة الجاية هنفك العمل كله وساعتها بقى هنطردها بالحرب الجزمة القديمة يعينك يا شيخ عصران! يقوق علي يا مطرش فيني يا رجل يا واصل! يا رب! مش قوي كده يا حجة سعاد دي قدرة المولى عز وجل مش قدرة البشر بس انت شافت ناس كتير بقدرة لا إله إلا الله! ونعمل له! بس الحكاية واضحة مش محتاجة تفاصيل يعني حضرتك مش محتاج تعرف مني حاجة أو أشرح لك اللي حصلي أو كده كله هو شارح نفسه وكاشف وشه جوه عنيكي عنية اللي بيظهر لك يا أستاذة مش وهم ولا تهيوات ولا عفريت من عمار المكان زي ما قالت الحجة أم الإيدة يا مولانا ده جنب عاشق عاشق وقع في غرامك من أول نظرة وده أخطر خدام المعشر بين اللي بيعملوا مش بييدوا أم اللي بييد مين أوه الحب سلطان الحب يا أستاذة سلطان الحب بيدمر قلوب البشر فما بالك بقلوب الجن والعفريت أوه مش مصدقة مش مصدقة خالص أنا مصدقة كنت يا شيخ سعران أقس يا شيخ عسران عسران طب والعاشق دي حنمشي زي وهو يعلي شوشته بالحرق حرق لا يا فل الحديد لا يا فل الحديد الحديد ونار العشق ما يطفهاش غير نار جوهنم ممكن أعرف بس يعني نرجو هنم بجي تطلع بالزبط يعني قول إيه له قول إيه له قول إيه له ما تخافش ما تخافش ما تخافش يا خدفنشي أيوة دي لاسعة بسيطة لاسعة بسيطة حداويك من نار العشق أيوة حداويك قول إيه له كمان فإحنا حنيجي لحد عندك لحد بيتك لحد المكان اللي عشقت فيه الله 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 بسم الله الملك الحقي الدائم القديم الذي ملأ نور وجه الأكوان وأمدها بقوة كذبه هيبة سلطانه على كل ملك وجني وإنسي وشيطان وسلطان فخافته جميع المغلوقات أقسمت عليكم أيها الأرواح الروحانية العنوية والسفلية وقدام هذا العهد الكبير أن تجيبوا دعوتي وتقضوا حاجتي بقلب الخادم دافنشي العاشق المفتون يتوني به في الحال يتوني به في الحال كري كري تكلي تكلي توران توران بسكل بسكل مزكل مزكل تركب 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 توني به في الحال بحق هذا العهد بحق هذا العهد الماقوز عليكم يا خدام هذه الأسماء أخرجوا العاشق العاصي دافنشي الملعون الجاسة المعشوقة الملبوسة التائهة كرمة بنت هنية اخرجوا لن اخرجوا اخرجوا ومش أخر ايه لا يشوف ولا يسمع ولا يقدر يبعدني عنك ومش هاخر اتكلمك يا كربا ايوه! بقولوا انت مش هتقدر تبعد عني عزمت عليك يا عدو الله وعدم نفسك انت اخرج منها بسلامك مش هاخرق! مهما كانت عزمتك ومهما كانت قوتك مش هاخرق ها 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 اه عشقتها والعشي كواني وعزمتك بش هدى جناني عشير خاطري عشير خاطري دفينشي ابوس ايدك يونه عزبت دي بيتكلمه بيتكلمه ععوظه بالله عوظه بالله الليك المصدورها معايا يا رب اتا تخرجي خالص يا كراملا تخرجي! بقى تجازاتي تجازاتي احبك تدمريني دفينش انا خايف عليك والله خايف عليك بالكالبة ده علشان يحرقني طيب مش هاخرج ما هو انت لو خرقت مش هحرقك مش هاخرج مش هسيبك يا كرمة رضي يا كرمة مش هيخرج ومش هيسمني آخر فرصة يا ملعون آخر فرصة يا ملعون آخر فرصة يا ملعون قدامك العيش والملك قدامك العيش منه وقدامك حرق النار كل يا دفنشي كل يا دفنشي كل عيشك من قزروحك واخرق منها بسلام مش هاخرق روحي بعشوة في روحها لو خرقت هاخدها معايا هاخدي معاوية تلدي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي أبو سيدك أبو سيدك يا شغال سرون المتة حتروفنا النينة والنبي هاي 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 الله الله أقسمت عليك أقسمت عليك أيها الرمل من واحد الحي خالق كل شيء إذ كات هاي 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 ومنجي كل صالح من البدار انزل بنارك على ظهر دف range هاي هاي الكيه الكيه والكيه 내 هاي 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 أستاذة 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 جربة لا يا أستاذة الله عليك يا أستاذة أنا مش عارف أقول لك إيه تخلصتيني من أسود كبوس في حياتي عادي يا ناصر بي قليلك شافك وبيس أسوأ من كده بكتير وراحت الحمد لله طب قوليلي أعمل إيه عشان أديكي ولو جزء بسيط من عقلك حقي كله يا ناصر بيه أما بخدش لجزء ولا ربع ولا بتصدق بأتعابي الباقي المبلغ المتباقي عندك يوصل في حسابي قبل ما أنا أوصل مكتبي على فكرة اوعى تفتكر إن الحكم اللي صدر ده نهائي 24 ساعة وحيلك القضية بورقة نجد بربع جنيه يا الدرجة دي تحاول غريبة باشا اتغيرت بيه 80 درجة بقى عندها استعداد كامل تقبل أي قضية مهما كانت الشبه اللي فيها وما لفين بقى النزاهة والشرف والضمير المهنيين؟ في التلاجة باشا في التلاجة اتغلب وتكيس وتحط في تلاجة العز والنجاح وبيني وبينك التامن بنتة ديت هولة مش هوليل ده أول ما باتت في الفيلا مخاها ضرب جات لي المكتب وخدناها ركابها ميت عفريت بسرعة ربنا أنا كنت أعرف إنه عفريت ده أحد العلاقة من أول ليلة عشان كده أنا اختفيت من قدامها وقفلت تليفوناتي وأنا مسافر يا صعب عليها باشا إيه الفزولة العجيبة دي؟ سيبك بفزولة دوات يا عاطف المهم إنه هي تفهم إن حالة الاستبياء اللي هي فيها دي مش دايمة ومش دين هاية المطاف إزاي باشا؟ يعني دا مجرد كاسويسكي شربته من كتر اليأس شربته بقى عشان تغيب شوي على الوعي وتنسى القلم وكاس ده احنا عارفينه كويسة يا عاطف أوله مر على الأمن وتقول لا أنا مش عايز أشرب تاني وبتاع تماما زي ما حصلها في أول يوم بيها في الفيلا بس بعد كده هتقيس ومش هتلاقي أي حل فهتشرب تاني وتالت وحتتطوح وتعمل أي حاجة وأول ما تروح السكرة إيه الفكرة بتيجي في ثواني ترجع ريمة لعادتها القديمة يا خلوة كده طب وإيه الحل في الحكاية دي يا باشا؟ الحل بقى أن الزبون يفضل على طول سكران بس بقى لا مؤهزة يا عاطف الويسكي اللي عندك ما يكفيش المهمة دي ما تقلاش هي برضو هتفضل تحت رعيدك مفيش علاقة باشا اللي عندي عندك وحاجتي حاجتك بس هو الخوف إن العصفورة تهرب وتروح لقش تاني ونغني كلنا بقى طارت يا نينا عند صاحبها والحاجات دي لا 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 من ناحية دي تطمن أنا بجهز لها عاد حيصطلها بالمائة عشر سنين اللي قدام وحفل التوقيع عندي في الفيلا يوم الخبيس أعرفها ده أنت برتب كل حاجة بمبدري بقى باشا بمبدري بس أنا من يوم قضية زياد وأنا موصلة على كدو ما حصلش بس بقى المجنون اللي بجهزي اللي دي دي معطلني بلغاية دلوقتي مخلصهاش مين المجنون دي باشا هو أنا منجد يا كومي ده أنا فنان فنان يعني مادتي هي روحي مش ريشة وألوان وشوية ورق يا عدنان ارحمني الله يخليك أنا بتديلك صورة البنت دي بها لي شهر وكل مرة بتسمع عني نفس الكلام خلاص خلاص يا كومي ما تفصلنيش بقى دعا أخذي يوم السابت لا 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 سابت إيه؟ أنا حديت الحفلة الخميس ومش هتنازع عن معادة خالص الله وانت إيه دي خلاك تدي معاد من دماغك يا جاب يعني كنت هستنى إذن من ساعتك؟ ولا أعمل حفلة ليبني بعد برعته بسنة؟ يا عدنان يا عدنان أنا لو وديت الصورة دي لأي حد من العيالي بيرسموا على الصفة دول كان خلص الموضوع ده في ساعة زمن قصدك إيه يا جابر؟ انت بساوين برسمين الشوارع؟ رسمين الشوارع زي عدنان السمري؟ طب اسمع بقى يا جابر يا كومي لا 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 يا سيد لا حاسمع ولا حنطق خالص بعد كده أنا آسف يا بروف آسف آسف لساني طويل غصبا عني آسف على فكرة يا جابر انت من يوم ما تعلمت البزنس ولغوة الفلوس وانت أخلاقك بقى اتواطية قوي يا كومي معك حق بس بردو أنا مش فاهم انت تأخرت في اللوحة دي وخدت فيها الوقت ده كله ليه؟ وعشان خاطرك عشان خاطرك يا جابر وخاطر المحامية بتاعتك عشان تشوف اللوحة جميلة فيها فن راقي ده غير اسم عدنان السمري لما يتحط عليها غير رسمين الشوارع يعني شكلك هتوريني معجزة ها؟ انت بصا كده عشان خاطر تعالى يا جابر انت عارف كويس قوي ان انا محدش يشوف شغلي قبل ما يكمل حتى لو ناقص فيه ريشة واحدة فهمني؟ ايه يا بنتي؟ لازمته ايه بس الموشح الهندي ده؟ لازمته ايه؟ هو انت مستشوية المبلغ اللي انت اديتهولي ده يا كارمة يا حبيبتي الحمد لله انا عندي قد المبلغ ده خمس مرات ممكن بقى تقول لي هعمل ايه بي الفلوس دي كلها؟ يا بنتي ده بتي محتاجة كل قرش دلوقتي انت دخلة على جواز لا يا دودو بصراحة بقى اللي عايز يتجوز يدفع شريف لازم يفهم كده وانا تبال مش عايزة شريف يعرف ان اتعابي وصلت لحجم ده يا سلام هو انت مالك يا بنتي بقتي جبروت كده ليه؟ اهو بعمل بنصحة الاخ دافينش الله يرحمه بس تنصح شوية يا نهاري سود على دافينش واللي جابوه هو انت لسه بتفكري في الملعون ده؟ طب والله كانت مونسني ومالي علي البيت مش احسن اللي ما بيسألش علي بالاسبوع ويسأل علي بالقطارة طب تصداي بالله ونعمة بالله ناصرة الحب اللي شفتها في عين العفريدة وهو بيتحرق ما شفتهاش في عين الشريف من يوم ما عرفته تصداي بالله انت ابوك لو كان سمعك دلوقتي لكان حرقك انت وعطع العفريدة الوجه الله بابا بابا عندك حق يدل الله يرحمه اشتركوا في القناة سوى مش جدنا الله يرحمك ربتني على أواهم غريبة حق وشرف وعدالة خلاص ما بقلهاش وجود زمن الأنبيا انتهى ومش هيرجع لا في عدل ولا حق ولا معجزات أنا كل الناس دلوقتي بتسقفلي واللي أنا بعمله هو الصح دافيتشي 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 هي فين راحت فين يا ماما فورش تنس ببتاعي التلياني الـ 24 كان بتحت ما عرفش أنا ما عرفش ما عرفش يا فين أماماً من اللي يعرف؟ من اللي شالها؟ يعني عفريت؟ عفريت؟ هو في عفريت يستجري يجي هنا فوقود ساعتك مع الخفة؟ ايه فين بقى خلاصي؟ من قشعرفني؟ اوه أنا أسف قوي قوي للله هي الشبكة كده أنا طلعها كرت في ايدي اهي أنا أسف شبك حبيبي مش عب مش عب استنى دافينشي دافينشي استنى استنى بس نعم دافينشي دافينشي نعم نعم لا اتبحت لا اتبحت ايدي افزا فيتش افاني اه 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 انا بس عايزة اسألك سؤال سؤال واحد بس حضرتك فاضلي هو انتوا عندكم يعني في معشر الجن والعفريت والحاجات دي كده عادي يعني ان انتوا تتحرقوا وتموتوا وبعد كده ترجعوا التاني كده عادي برضه يعني مفيش مشاكل خالص يعني ولا ايه سؤال فعل مهمة اول اه طب معلش طب تسمحيلي أنا بسؤال الاول اه اه طبعا تفضل حضرتك اسأل اه انتوا عندكم في معشر الانس والبنيادمين وكده اه الهبل ده عادي صفة منتشرة كده ام طب ليه كده حضرتك يعني ليه الغلط ده على فكرة انا مقصدش اي اهانة او لما حضرتك توصفني انا بالهبل تبقى مش اهانة؟ لا ايه باش اهانة عارفة الاهانة ايه؟ لما واحدة تتربى على ايد مستشار محترم دكتور في القانون الجنائي قلمه ما كتبش حكمه منحارف وما حطش ايده في قرش حرام وتيجي بعد كده هي تكمل مسلته بالنحكاشة في صغارات القانون علشان تاخد احكام البراءة للمجرمين والحرمية ما تباش دي اهانة اكبر من الهبل؟ ها؟ طب رايش لما واحدة تكبر وتتعلم وتقرى في كل ثقافات الدنيا وتبقى واحدة من اشتر محامين جيلها وبعد كده تسلم نفسها لنصار نصاب راسمي يوم بيتحك عليها بايه؟ بشوية كيميا وعزايم سوريالي ده والنبي ما بقاش هابل مش نصاب أسران مرصبش عليها أنا شفتك فعلا ببعنية دي ونت بتتحرق قدامي بجد والله؟ اي فعلا شفتيني ولا بتحرق؟ اي بايدة فعنش شفته شفتك ونت بتتحرق قدامي قولي والله قدي شفتيني ولا بتحرق قدامك؟ شفتك فعلا؟ ايوة كنت بتتحرق طب يعني خليكي معاي بقى تركز والنبي لخديبك شوية الرابلة دول لجل Detroit انه tres سوف تكلم مع المكان مر piramid ñorpi إنه ما هي كمية والداجة اللي مش عوزة حتى تتعسب قدامي وتصرخ ليه عشان رياحك يا كرم عشان رياحك أعمل إيه بس وأنا شايف الهبل سارح في دماغك ومصممها أن دافنشي ده جن ومش هيخلصك منه غير السحر بتاعك اللي هيحرقه كم أعمل إيه؟ كان لازم أساهم في التمثيلية دي عشان تتهادي بقى تمثيلية؟ يعني أنت مثلت علي الحرق والموت ونظرت عليك لقطعت قلبي كل ده ليه؟ عشان إيه؟ عشان تهدي يا كرم عشان تقتنع أن أنا خلاص زبتك حليت عن دماغك بس ما تسيبش البيت ما تسيبش البيت؟ أنت مش عايز ناسيبه؟ لا يا كرم مش عايز تسيبه لا أعمل 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 بطلعتني بالشكل ده ليه؟ ليه كل شوية بتدوس على قلبي وتدوس في ضميري ليه كل محزة بتفكرني بالأقصفقة القذرة بتاعت الكومي تبقى نستياش يا كرم علشان أفكرك بيه؟ لا انت وعي كويس الأول اللي أنت عملتين تبقى شو حتاجة حد يدوس على جرحك؟ خلما أنت عارف إن أنا وعي ومجروحة اللي فيي مكافيني اللي بتدوس على هي سيادة؟ ليه؟ ليه؟ مش بيدي يا كرم مش بيدي يمكن علشان لقيت نفسي جواكي غزبة عني غزبة عني لقيت نفسي مش حاسة صغير اللي أنت بتحسي بيه تبدو ليه؟ ما أنا قلتها لي قبل كده بس أنت يا حبيبتي غبيني ما بتفهمنيش كان لازم تجيبي واحد دجال علشان هو اللي يقولها فهتحسي وتصدق تعرف يا كرم ملحكة لوحيدة اللي الدجال بتاعك مكدبش فيها إني عاشي